الآن أرحب بضيفنا الذي ينضم لنا من واشنطن وهو سيد ماك شرقاوي الخبير في الشؤون الأمريكية سيد ماك أهلا وسهلا ربما نتحدث الآن عن محاولات دولية لضبط النفس أو جعل كلا الطرفين يذهبون إلى فكرة ضبط رد الفعل أو الفعل ما بين هذا الضبط وما بين الذهاب إلى حرب أو مواجهة شاملة ماذا يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تفعل الآن؟ أهلا بك آية وأهلا بديوفك الكرام وجمهورك الكريم البيت الأبيض أعلن أن من حق إسرائيل أنها ترد على هذه الضربة من حزب الله والبيت الأبيض يعني يقول أن من وراء الضربة هو حزب الله حزب الله نفى في أول تصريحات صدرت بعد دقائق نفى أي علاقة له بهذا الموضوع ولكن يمكن أن تكون هذه ميليشيا من الميليشيات الموالية لإيران والموجودة في الملف السوري حضبة الجولان يعني يمكن الوصول إليها من أكثر من نقطة ليس فقط من لبنان ولكن كل أصابع الاتهام بتشير إلى حزب الله الصاروخ الذي استخدمها من الصواريخ الإيرانية التي تستخدمها الميليشيات ويعني القوات التابعة لإيران في المنطقة استهداف ملعب للكرة يعني بالتأكيد يعني إصابات 12 قتيل وأكثر من 36 مصاب لابد من رد في داخل إسرائيل وأنا أعتقد أن برضو نظرية المؤامرة لدي برضو في هذا الموضوع عندما لا تسقط إسرائيل هذا الصاروخ وهي بالتأكيد رصداته ولم تطلق الإنذار إلا قبل ثواني معدودة قبل سقوط القذيفة أو المقذوف أو الصاروخ على الملعب هو بنيمين نتنياهو زي ما قلت لك يا آية في أكثر من لقاء معك بنيمين نتنياهو يريد إخلال المنطقة في حرب إقليمية يريد التصعيد وهنا يأتي السؤال سيد ماك ما مصلحة حزب الله من توجيه ضربك كهذه هي أصلا تخدم أهدف نتنياهو كما تقولون لا أعتقد أن حزب الله أصدر الأمر بإطلاق الصاروخ يمكن أن تكون ميليشيات فلسطينية موجودة زي ما حصل قبل كده وحصل إطلاق نار من ميليشيات فلسطينية موجودة في الداخل اللبناني في جنوب لبنان فهو بالتأكيد لا يمكن إحكام السيطرة على كل لحناصر المسلح فيمكن أن يكون هناك مؤامرة إسرائيلية ممكن أن تكون بإعاز من بنيمين نتنياهو لكي يكون هناك الزريعة لإطلاق حرب شاملة على لبنان واكتياح للبنان ودخول المنطقة في صراع إقليمي وهو ما يريده بنيمين نتنياهو طيب وهذا ما يريده بنيمين نتنياهو يا سيد مك هو هذا ما يريده حرب ومواجهة شاملة وربما جميع المحللين يذهبون إلى هذه الفكرة هل ستتركه الولايات المتحدة الأمريكية يذهب إلى مواجهة شاملة؟ النهاردة فيه تغيرات في المعادلة يعني بايدن خارج الاستباق الرئاسي بايدن لا عليها أي تأثيرات من إسرائيل أو من اللوب الصهيوني سوف يتدخل بايدن لوقف هذه الحرب لأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة للدخول في حرب قبل الانتخابات قبل 100 يوم من الانتخابات فأعتقد أن كيربي قال الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرب شاملة ولا أحد يريد الدخول في حرب شاملة الولايات المتحدة الأمريكية قبل كده بلغته برضو من 3 شهور يا آية قلت معاكي أما بينامينا تنياو هدد بضرب إيران بضربات مباشرة بايدن قال له لن نكون معك في هذه الدربات ولكن سوف ندافع عن إسرائيل وندافع الكيان الإسرائيلي شكرا